ماروك اخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله الالف خبن صالح حل بعين المكان رفقة الكاتب العام للعمالة ورجال السلطة واعوانهم والقوة المساعدة وذلك لتتبع عملية انقاذ السيدة وبعد جهد جهيد تمكنت فرق الوقاية المدنية بالاضافة الى عمال الحفر من احداث تقب النجانب للبئر على شاكلة الحفر الذي تم استعماله في عملية الطفل ريان وبعد الوصول الى مطرين تقريبا قام المنقذون بقطع الانبوب البلاسيكي المشكل للبئر واستخراجوا منه السيدة التي كانت لا تزال على قيد الحياة وتم نقلها الى المستعجلات بالفقه بن صالح وحالتها مستقرة وتشير معلومات متداولة بين ساكنة الدوار ان الضحية تعاني من اضطراب النفس وفي غفلة من اهلها سقطت في البئر وعلاقت به وكادت ان تلقي حتفها لو لا المشيئة الربانية هذا واشد عامل فقه بن صالح بمجهودات فرق الانقاذ ونوه بعمالهم الذي استمر لحوالي عشر ساعات من الحفر وهنأ الجميع على انقاذ هذه السيدة وعودتها لاهلها سالما دون اي اداء اشتركوا في القناة